السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدنا الكرام نتمنى تكونوا بالخير والأخير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى تشاركوا في القناة والدعمونا بالإعجاب والتعليقات لكم الجديد الأخضر اليوم والموهبة الصاعدة في فريق بارسلونة الإسباني واللي في ذلك إصابة بعض المدافعين المغاربة كنيف أكرد وضعف مرضوط بعض اللاعبين المغاربة برز بشكل كبير شادي رياض لعب شبان بارسلونة وحسب معلومات صحفية فإن استدعاء شاب المدافع المغربي شادي رياض للفريق الأول دفع ويدري جراجي إلى وضع اللاعب في قائمة اللاعبين المعنيين باللائحة الأولية لمونديا القطر ويقدم شادي رياض موسيما متميزا مع الفريق الأول لبارسلونة بل إن هزيمة الآخر ضد أنتر ميلان دفعت مناصر بارسلونة إلى المطالب بتصعيد اللاعب المغربي للفريق الأول وتدرب شادي مع الفريق الأول لبارسلونة بل وضع في القائمة النهائية للفريق الأسباني في مبارسلونة الأخيرة وتشير معلومات الصحفية أن اللاعب يوجد في القائمة الأولية المنتخب المغربي ويحسن النخب الوطني ويدري جراجي بشكل رسمي في القائمة الأولية الأسبوع المقبل ويراقب ويدري جراجي عدد من الأسماء الشابة والمتمرنسة للحسمي بشكل رسمي في القائمة الأولية ويعتمد ويدري جراجي على عدد من أشرطات الفيديو والمصايات والأرقام للوقوف على مؤهلات من يستحق تمثيل المنتخب المغربي أشعرت إدارة نادي بارسلون الإسباني الكوات القدم اللاعب المغربي شادي رياض بحاجتها لخدماته في الأسابيع المقبلة وعليه أبلغته أنه لن يمكنه الالتحاق بالمنتخب المغربي المقبلة المشاركة في تصمية مؤهلة إلى كأس إفريقيا للشبان التي تصدفها القائرة السعر الجاري واستقرت شافي هيرنان ديرس مدرب نادي بارسلون الإسباني على الاحتفاظ باللاعب المغربي الصاعر شادي رياض على ذكة احتياط في المباراة التي جامعته نهاية الأسبوع الماضي بنادي سيطابيقو لحساب الجولة الثامنة من الدولة الإسبانية والقدم وفي غياب جمهات الملعبي خط دفاع وجهت شافي الدعوة إلى 21 لعبين بينهم المدافع شادي رياض ورأى شادي النور في مدينة ميوركا بإسبانيا بدأ مسيرته القروية مع فريق الأجبال في نادي أتلاتي كورافال في 2009 وبعد عامين عاد إلى مدينة اللي وقع على ميوركا وظل هناك حتى 2014 بعد أن حمل قميس نادي سان فرسيسكو قبل العودة من جديد إلى ميوركا في العام التالي مباشرة حيث تبقي معه حتى 2019 عندما رحل إلى بارسلونة ولعب في موسم 2020-2022 على سبيل إعارة مع نادي ساباديل وفي الانتقال الصيفي الأخير قرر نادي بارسلونة تسعيد لعبه والمغربي إلى الفريق الرديم بعد فترات مميزة قادرها مع فريق تحفا 13 لعب اشتد الحديث على قائمة المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم قطار 2020 واختيارات الناخب ويدرقراجي وبالأخص إمكانية حضور مهاجم اتهاد جدا السعودي عبدالرزاق حمد الله وفي خضم التوقعات والجدل أكد الإعلامي السعودي خلف القويكب أن حمد الله سيكون حاضرا مع المنتخب المغربي في كأس العالم وكتب الإعلامي على حسابه الخاص في تويتر مدرب المنتخب المغربي ويدرقراجي سيضم أساطي عبدالرزاق حمد الله إلى اليوت الأطلس في كأس العالم وكانت مصادر صحافية أخرى قد أكدت الأخرى ضم الرقراجي لحمد الله بعد اطلاعه على مستوى المهاجمين الذين ضمهم للوديتين الماضيتين أمام التير والبرقوي واقتناعه بضعف الأداء ويرتقب أن يكتف الرقراجي عن القائمة الأولية المنتخب المغربي التي ستدخل معذكرا إعداديا في مركب محمد السادس على أن يتم تقلسها وتحديد المسافرين إلى الدوحة قرى جاروني ديلا مدرب سندردولييج للحديث عن وضع الدول المغربي سلم أملاح داخل سفق فاريخ بلجيكي موضحا أن لاعب المنتخب الوطني لم يتوصل بعد اتفاق مع إدارة النادي وكانت تقارير صحفية بلجيكية قد أشرت إلى أن أملاح وإدارة سندردولييج فشل في الوصول إلى سيغة اتفاق حول تجديد عقد مغربي مع الفاريخ إلى الاجتماع عقده الطرفان مطلع الأسفو الجاري وقال ديلا في تصريحات أوردها موقع بلجيكي الوضع لا يزال على حاله ولا يوجد تطور في الموضوع إذا لا يمكن أن يكون أملاح متاحا لمباراة سنتيرب غدا الأحد وأتبع لا يوجد حتى الآن اتفاق بين أملاح والإدارة وأنا لا أشارك حقا في هذه القضية وفي هذه المباوضات أنا بعيد عن هذا الملف لأنه بين النادي واللعب وقال أيضا في الوقت الحالي سليم أملاح يتدرب مع فئته تحت 23 سنة وسنرى في الأيام القليلة القادمة ما سيحدث يشار إلى أن عقد أملاح مع السنطة دوليج ينتهي شهر يونيو سنة القادمة ما يدفع إدارة الطريق للضغط على لاعب منتخل مغربي لتجديد عقده في ذلك العروض الذي يتلقى من طرف العديد بالأنفية يحسن الناخب الوطني ويدر جراجي في القائمة الأولية الخاصة بالمنتخل المغربي المقبل على خوض نهائية سلعام قطر 2020 وحسب معلومات صحفية فإن الناخب الوطني ويدر جراجي سيرسل قائمة أولية بمجموعة 55 لعبا إلى الاتحاد الدولي لكورة القدم وتشير مصادر صحفية أن الأمر يهم تاريخ 21 الشهر الجاري وكشف مصدور صحفي أن القائمة الأولية التي أعدى ويدر جراجي لن تعلن للعلن بل ستبقى شرية وحصلت بعض المصادر صحفية على معلومات تفيد تواجد شبه كل الأسماء التي خادت تجمع شتنبر الماضي بإسبانيا ويعلن الناخب الوطني على القائمة النهائية في شهر نوانبر قبل أن يدخل الاستعداد الرسمي المونديال في العاشر من الشهر ذاته ويواجه المنتخب المغربي في أولى مباراة مونديال قطر منتخب كرواتيا في الثالث والعشرين من الشهر المقبل بأس مشاركة اللاعب مغربي عمرال لوزا في نهائية أسعالاً قطر عدد من نعيش المشكوك في أمرها وفي الوقت الذي أكد لوزا جاهزيته من خلال عودته للميادين بصورة جيدة بعد أشهر من غياب الإصابة جاء قرار الاتحاد الإنجليزي ليهدد مشاركة اللاعب في مونديال قطر وأكد الاتحاد الإنجليزي لكروات القدم ببلاغ نشره يوم الثلاثة أن عمران لوزا متهم بالبسق على لايبس وانزيل إيرلندي رايان مانينغ ووقعت الحادثة بالخامس من الشهر الجاري في لقاء رزم فيه زملاء لوزا بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الثالثة عشر من الدول الإنجليزي الثاني وأشر المصدر ذاته أن على لوزا الرد على هذه التهمة بأجال أقصاه يومه الخميس وتنصص اللائحة الاتحاد الإنجليزي أن البسق على لاعب من أقفاريخ الخاصم تصل عقوباتها إلى إيقاف باللعب لمدة ست مباريات وتشدر الإشارة إلى الناخب الوطني ويدرقراجي بسادة إعداد اللائحة الأولية للمنتخب المغربي المقبل على خوض مونديال قطر عام 2020 أعربت شركة أديدس للألبسة والأحذية الرياضية عن أسفها واحترامها للشعب المغربي بما يتعلق باستخدام الزليج المغربي تصميم قميس الإحماء المنتخب الجزائري وجاء في بيان صحفي للشركة بتاريخ يوم 14 أكتوبر بعد مناقشات بناء مع وزارة الثقافة المغربية نؤكد توصلنا إلى حل إيجابي لمشكلة قمصان ورد القدم الأخيرة كانت تصميم المستحفة بالفعل من الزليج ولم نكن نعززم إذا أي شخص بأي شكل من الأشكال نود أن نعرب عن احترامنا العميق للشعب والحراثيين في المغرب وعن أسفنا إزاء هذا الجدل وأضافت في البيان ندين أي عمل ينال من سلامة التقافة والتاريخ للشعب والأمم وكانت لعلامة تجارية ألمانية الشعيرة قد استخدمت أنماط المستوحات من الزليج المغربي وربطتها بالتقافة الجزائرية بينما اختارت وزارة سبب والتقافة والاتصال سلك الطريق القانوني لتسوية هذه القضية